السلام عليكم. ازايكم? عاملين ايه? انا شايماء امين. هعمل معاكم ان شاء الله النهاردة محشي الكرومب والنسبة بقى دهولي الشتاء كده والبرد. الكرومب المصري بتاعنا. ان شاء الله الطريقة سهلة. مش اي حاجة صعبة. يلا نشوفها نعمل ايه مع بعض? انا عندي الكرومبة بتاعتي وسط. لما بحب اجيبها بجيبها وسط. مبحبهاش كبيرة قوي. اه ولما تشتريها تشتريها لانا بتبقى مبططة من تحت كده. مش المدورة. اه وجيبيها مش مضغوطة قوي بالورق كده. يعني تكون مهوية شوية. عشان لما تيجي تطلعي الورق بتاعها ما يتقصرش معاكي. انا هنا بحب اشيل الرز بتاعتها كده عشان افصل كل الورق يتفصل مع بعضه وسلقها على بعضها كلها مرة واحدة. في ناس بتحب تقطعها بنص وتسلقها على مرتين. في بيقطعها اربعة تربع وسلقها كل ربع الواحده. وفي بيفك الورق بقى ورقة ورقة الاول. وبعدين بيسلقوا بقى الورق كده مفرد لوحده. اه في الحقيقة انا بطريقة الفك الورق ده بتكسر مني ورق كتير. اه فالافضل انا شايفة ان افضل طريقة انك تشيل الراس كده عشان الورق بتاعه ويسيب لان الراس هي اللي مسك الورق. اه وانا هنا هشيل كم ورقة بس كده من برا علشان كورنباية حجمها يبقى على قد الحل عندي. والورق الاقدر ده انا بخليه اخر حاجة خالص في السريق علشان بيبقى فيه رمض كده وبيهم المية عندي ويخليها معكرة. فده تخلي اخر حاجة خالص. انا هجيب المية بتاعتي هحط لها كامون. آآ وهنزل بقى بالكرومباية بتاعتي الاول وبعدين ازود مية. بنفعش تملي الحل مية وبعدين تنزلي بالكرومب لان كده المية هتفور عليكي. وهتحرق لك ايديك وده غلط. فانت تنزلي الكرومباية الاول بالراحة كده وتضغطيها. وبعدين تزاودي مية لقيت ما تغطي الكرومب. لازم المية يكون مغطية الكرومب علشان تضمن ان يتسلق كويس. ايه شايفين? انا زودت مية. هبدأ بعد كده اسحب ورقة ورقة. هو كده طبيعي. اول ما الورقة هتتسلق معاك هتلاقي بتطلع معاك بسهولة. هطلعها على طبق مية بردة من الحنفية عشان ما يتريش من الكرومب. وبعد كده باخده تحت الحوت كده تحت الحنفية المية الجارية. اخصي الورقة ورقة. وحطه في المصفى يتصفى. تمام? هتمسكي باي حاجة بس كده. انا عندي المساكة بتاعتي ستلس. لو مسكت بيها هتقطع الورقة معايا. فانا همسكها بمعلقتين خشب افضل. اهم حاجة تطلعي على مية علشان ما يتهريش منك. انا مش هزايت سلق قوي يتهري. يدوب بس الكرومبية تبقى طرية معايا الورقة. شايفين هو ورق الورق الواحده بيفك ويسيب من بعضه لاني كنت شايلة الراس اللي بتبقى مسكاها. هخلص الكمية خلصتها خلاص. ودول كم ورقة اللي انا فكتهم في الاول وشايفين اتكسرهم عايز زي لما فكتهم. اه افضل ان انتي تسيب الكرومبية كده على بعضها علشان ما يتكسرش منك الورق ويتبهدل. بس طبعا اللي اتقطع ده هنعمله برضو ونفصله زي ما احنا عاوزين. فيش حاجة تترمي يعني. انا هنا خلصتها لقته وغسلته وصفيته شايفين? اه هبدأ بقى اقطعه معاكو. هوريكو بقى في طريقة انا بقطع بالمقص باستسهل المقص اكتر بقص كده العروج بتاعته واطبق الورقة وقطعها بقى على تلاتة على اتنين زي ما انا عاوزة. على حسب حجم الصبع اللي انا عاوزة. تمام? عايزة طويل عايزة قصير زي ما انت عايزة بقى بتقطعي الورقة. وبعد كده بقى سهل ان انت تقطعي الورقة بيديكي. او بتسيب الورقة طويلة كده زي ما هي وتبرميها وتحشي منها وهي طويلة. وتقطعي وانت بتحشي. على قدم الصبع ياخد معيك. ممكن كده وممكن كده. الورق الصغير بقى اللي ببقى جواك كورنباية ده انا مش بقص في حاجة خالص بخليه زي ما هو كده وبحشيه. وبخليه هو اللي على وش الحلة فوق. علشان هو بيستيوي بسرعة قوي. اصرح حاجة بتستيوي. ممكن تقطعي باستيكينة كده بقى. برضو هتطبقيها. تبرميها الرول كده. وتقطعي على حجم طول الصبع اللي انت عايزيه. تمام? انا بسيب الكورنب بصراحة آآ بعد ما بقطعه كده بسيبه طويل. الرول طويل كده زي ما هو كده. وبرمه وحشي منه. زي ما انتو شايفين كده بالطريقة دي واقطع وانا بحشيه. علشان ممكن بعد ما تقطعي الورقة تلاقي ورقة مهرية معايك مسلا مش هتنفع تتحشي. فهتضطر ان انت تغادلها كورنبي تاني. فانت كده لما تلف رول احسن. آآ هتبرمي الورقة على قد ما تاخد معاكي وبعدين تقطعي. واللي اتقطع ده انا هقطعه وافصره برضو زي ما انا عاوزة. مش هانميه طبعا. والورقة الاخدر ده انا بعمل منه راقة في الحلة من تحت. علشان آآ اي شياط في الحلة او اي حاجة يجي في الاخدر ده. نعمل بقى الخلطة عندنا عندي طماطماي متقطعه. بصلايا مبشورة انا عاملها بملح وفلفل وكمون. واوصلصل طماطم وكيس طماطم طماطم اللي انا مفرزة معاكو. وكوبايتين رز انا آآ غسلهم صفيهم مش نقعهم. عشان ما بقاش بايش معاكي قوي. وعندي خضرة آآ شبط كزبارة بقدونس. بس انا بزود الشبط شوية. بحب طعمه اكتر في المحشي. هنزل بالآ عندي زيت. حوالي ربع كوباية. عطيت فيه معلقة سامنا بلدي. وهنزل بالبصل يدوب بس يدبل معايا. انا مش عايزة اي اخد لون. انا عايزة يدبل بس. هو في الحقيقة وهو كده بيبقى ليه طعم وهو ناي خالص بيبقى ليه طعم تاني. انا بحب كده يعني يدوب متشوح. هنزل بنص فلفلية رومي متقطعه بتديريه حلو قوي. لو عايزة تحط فلفل حامي براحتك. حط الطماطم واسبها تفك كده. وحط لها معلقة صلصة. دي الطماطم اللي انا فرستها معاكو برضو. بتساهل كتير على فكرة. وبتوفر خطوات كتير. بدل ما كنتي بقى تعصري لسه وتحطي وتصفي او كده او تبشري طماطم. فانتي نزلت الكيسة على طول. هحط التوبل بتاعتي بقى بعد ما الطماطم تسبكت. كسبرة. معلقة. مرح معلقة. نص معلقة سكر. اه حط معلقة فلفل اصمر. هحط معلقة نعنى عناشف. مجفف. اه ومعلقة كامون. وهحط طرف المعلقة بس كده ارفة. بتديري حلوة في الخلطة. ما تقطريش او من ارفة عشان ما تغيرش الطعم. ما بحبش هضيف اي طوابل اضافية تانية عشان بحس ان هي غير الطعم المحشي. دي الطوابل الاساسية بتاعتنا العادية. هنزل بالرز بتاعي او انا ما نقعتوش. عشان لو نقعتيها هيبوش معاكي ومش هيبه حلو. هتلاقي معجن بعد كده في المحشي. هتقلي بتقليبتين كده في الخلطة بس يشرب من الطماطم. وبعدين الخضرة اخر حاجة هنزل بيها عشان يبدل لونها اخضر كده. والطماطم انا مش عايزها تتهري برضو. عايزها تفضل زي ما هي كده مكعبات. تدي شكل حلو. هنزل بخضرة بقى اخر حاجة. واطفي على الخلطة خلاص. كده جاهزة. وهضيف كمان الوصلة المبشورة اللي انا بشرتها وعملتها بملح وفلفل وكمون. في الاخر خالص برضو واقلبها. عالبارد علشان هي بتدي طعم كده وريحة للخلطة. كده خلاص الخلطة جاهزة معايا. اسيبها بقى تبرد. وارجع عشي معاكم. دلوقتي هنحشي مع بعض. آآ كده ده الرول. انا محاب سيبه الرول كده طويل. والف منه على قد ما اخد. آآ هتستعمل معلقة للخلطة عشان يبقى من مقدار كل واحد. والصوابع كلها حجم واحد. وعشان كمان الرز ميبقاش خارج منك ومبهدلك ايديك ومبهدلك المحشين من بره مليان رز. فانت هتحط الرز دي بمعلقة. اهو انا برامط لغاية مصطوبع اخد معايا وقطع. تمام? وهتحشي طبعا الناحية خشنة البر اللي جوة والنعمة البره. تمام? اهي هتحط المقدار واحد من الرز. وبرضو على حسب حجم الورقة. لو الورقة صغيرة اوي هتقليلي طبعا الرز شوية. وتبرميها كده. وفي الاخر خالص بعد ما تخلصي ترصي بقى الحلة بتاعتك. عمي معاك ورقة من الخضر اهي. انا قلت بحط رقة منه تحت. انها من بره والخشن من جوة. لو انت بش بتحب بتحشي الاقدر ده وتكليه هتحطي ده ما هو ورقة كده في الحلة من تحت. تمام? سوى ببقى طعم محلو يعني ومش وحش يعني حرام انتو ما تريحشوهش او ترمو او كده. الكورنب مفيد جدا هو القرنبيت. لازم نقطر منهم بقى فرصة الشتر جيء اهو والحاجات دي هتلاقيها كتير. تمام? لما هتيجي ترصي في الحلة هتحطيه طبعا على اللفة بتاعتك الاخر طرف الورقة كده يبقى من تحت. آآ هوريكو برضو الورقة اللي هو الصغير اللي بيبقى في قلب الكورنبايا الصغير خالص ده. لانا مش بقى قصة ولا بعمل في حاجة. ده بحشي زي ما هو كده. وبخليه على وش الحلة علشان ده اسرع ورق بيستوي معي. بيستوي بسرعة جدا. فمن فعش تخليه من تحت هيتهري معك. خليه على وش الحلة فوق خالص وانت بتلفي تركنيه في جنبي كده. عشان تخليه اخر طبقة عندك في الحلة. تمام? اخلص بقى الكمية دي كلها وارجع لكم. خلاص انا حشيت الكمية دي كلها. هابدأ ارص انا حطيت العرش بتاعت الكورنب دي تحت. في الحلة من تحت. كنت حتت عيدان الخضرة او الورقة الاخدر اللي اللي احنا اتفقنا عليه. هترص طبقة خضرة الاول. عشان اي او اي حاجة تيجي فيه هو. تمام? هابدأ بعد كده باللون الاقدر يفاتح شوية. برضو لغاية ما يخلص معايا. وبعدين الابيض ده هو اخير حاجة خالص. شايفين? والمية اللي نزلت من الخلطة دي او من المحشي هصفيها على الشربة تاني. مش هنميها. بتدي لون حالو للشربة. وكمان التوابل اللي فيها بتنزل في الشربة. وطبعا الشربة انا زبطتها. ايه عملت لها المرأة بتاعتي بقى وكل حاجة. وتنفس التوابل اللي حطيت منها في المحشي. انا حطيت مج واحد بس من الشربة. علشان انا مش عايزها يبقى معجن معي. تمام? هو هنا خلص معايا او شايفين? ما فيش اي رز طلع. حطيت له طبق وهو بيستوي عشان ما كيش رز يطلع منه ولا اي حاجة. ده شكله النهائي. ان شاء الله الجرغوه يعجبكو. هستنى رأيكو وتعلاقاتكو واستفساراتكو. تنسوش ان شاء الله اللايك وشير والاشتراك عشان يوصلكو كل جديد. واستنوني فيديو جديد ان شاء الله من مطبخي مطبخ فريدة. كنت معاكو شايماء امين. اشتركوا في القناة